نحن رأيت الويندر وينترلاند من سواهر؟ حكومة عدل له ما عدل فترة وجيزة ماشي حق منه؟ حق الشعب حق بالشعب وقعت بيعتذكر صح ولا مصح والشعب كل استانس مبسوط طيب ليش ما اسوي مباراة دولية؟ أنا مستعد حاضر أقعد مع أي أكبر مسؤول يعني أقعد معك أكبر مسؤول في الدولة حاضر أنا سخر لك كل شيء وما نبي شيء احنا ما نبي ربح ما نبي ربح احنا ما نبي شيء أنا أعرض عليكم البروجيكت هالمشروع ويوبحق شباب الرياضي الكويت خليه استمتع حصل فبراير بو عبدالله فبراير جيب لي البرازيل خليه يصير فيما رجاله فبراير يمكن انت تدري هنو هذين يرتبطون العبيد الدوليين اه تختار وقت معين بالفيفا دائي يعني بالسابق كنا كانوا شغلة تدري عن أخي خلف تتاح ساد جابر تحت رأية شيخ صباحر رحمة الله عليه يغفر له تم الاتفاق مع وقتها شيخ محمد عبدالنبارك رئيس وقتها رئيس بجلس وزارة بقامة مباراة دولية هنا في الكويت وفعلا تواصلنا مع منتخب ايضاليا ومنتخب البرتغال وكان يصادف على الفيفا دائي وتمت قال خلاص اتمدو وطبعا شبكت مع الشركة قلت لك اللي هي عندها الفيفا لايسون ايجنت هذي الماتش وورد وتكلمنا وخلاصنا تم واعلنوا لبرتغال جرائد منه راح نلعب مع ايطاليا في الكويت موجودين الجرائد بس سبحان الله طبعا تواصلت مع الشيخ طلال الله شافيه وقته كان رئيس الاتحاد قلت لها الفكرة قال لي خلاص سبحان الله بعدها باربعه ايام صار يغاف الدولي على دولة الكويت يغاف الرياضي تفركيش تفركيش كل شيء تفركيش كل شيء سووهم بعدها المعتزلين سووهم مع العب المعتزلين اللي غير المسجلين بالضبط يعني احنا انا قول لكم مو عن شيء يعني احنا مسعدي مترى مو بس أنا وايض ناس غيري يعني ممكن يسوون هالأفكار يعني سوري ماين بس انا احب الشغلة وحب الرياضة وحب ديرتي ودي اسوي شيء حق الكويت